مايجرات التشتت 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 يجب أن نعرف أين مركزها وكذلك لرسم أي دائرة نحتاج أن نعرف أين مركزها وكذلك مقدار التعاد المحيط عن ذلك المركز ما يسمى بنصف القطر وبالمثل similarly measures of central tendency locate the center of the data and measures of dispersion describe the distance between these data and their center وبالمثل فإن مقاييس المركز تحدد مكان المركز للمتغير ومقاييس التشتت تحدد مقدار ابتعاد قيم المتغير عن ذلك المركز dispersion التشتت هو مقدار الابتعاد مقدار الانحراف بعيداً عن المركز أو بعيداً عن المتوسط الحساوي the distance away from the center is expressed as x minus x bar مقدار الابتعاد عن المركز يعبر عنه ب x x bar now we have two sets of data a and b and we can see that values in circle b are more dispersed are more spread than those in circle a هذا الرسم البياني يمثل مجموعتين من البيانات a و b ومن الواضح أن تباعد قيم المتغير في a عن المركز أقل من تباعد قيم المتغير b عن المركز هناك تشتت في b أكبر من التشتت الحادث في a قادة rule these data show the duration of hospital stay for five patients هذه البيانات توضح مدة الإقامة بالمستشفى لخمس مرضى أول مريض جلسة في المستشفى صفر يوم بينما الثاني مكث في المستشفى يوم واحد وهكذا الثالث يومين والرابع يومين والأخير 11 يوم these are the durations of hospital stay for five patients the mean for these data is equal to 15 divided by 5 that's x bar is equal to three days لحساب المتوسط فإننا نجمع كل هذه القيم 15 ونقسمه على عدد القيم 5 فالمتوسط الحسابي هو الثلاثة أيام as a rule the summation of differences away from the mean is equal to zero إذا حسبنا x bar minus x x bar نقص x لكل قيمة فإنها ستكون كما يلي صفر 0 نقص المتوسط الحسابي 3 نقص 3 1 3 نقص 2 2 3 نقص 1 2 3 نقص 1 11 3 8 إذا جمعنا كل هذه القيم sigma x minus x bar سنجد أنها equal to zero sigma x minus x bar is always equal to zero إذا جمعنا مجموع الحرافات مجموع الابتعادات مجموع المسافات بعيدا عن المركز فإنها دائما تساوي صفر مقاييس التشتت تخبرنا بمقدار الابتعاد للقيم عن المركز هناك العديد من المقاييس للتشتت like the range variance s squared standard deviation s etc مقاييس التشتت عديدة مثل المدى التباين s تربية standard deviation الانحراف المعيري s